مرجعنا لكم تاني وفقرة يعني مهمة جداً إن هي مش بتنسخي حياتنا بس يعني حياة الدنيا والحياة الأخيرة وبنستضيف عالم جليل دعائي الإسلامي من أستاذ إبراهيم أبو بقر تمام؟ مشاركة حبودك إشارة فرنا يا أستاذنا أهلا وسهلا بساعدك يا ربما سيد المشاهدين أستاذ المشاهدين دايك ريمنا احنا كلمنا حضرتك في الفقرة اللي فاتت إن عناية الله عز وجل ما بتبدأش بالولادة ومتنقضيش من قضاء الأقل فأحنا بنتكلم حاليا عايزة حالك توضح لنا بجملة دي احنا ختمنا بها الفترة عشان نستأبل حضرتك ونتشرف بكلام سيادتك العناية الله عز وجل بتبدأ قبل مولد الإنسان حالك توضح لنا الوزياد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرحب بحضرتك وبرحب بسادة المشاهدين وأولا نحن خلال نرجع خطوة وراء قبل بدء الخليقة أصلا الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الإنسان الحب ده ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه بالإكرام لبني آدم فقال جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فالله سبحانه وتعالى كرم بني آدم دون النظر إلى صورهم ولا إلى أجناسهم ولا إلى ألوانهم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى كلوبكم وأعمالكم فقرم بني آدم على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم واختلاف بلدانهم واختلاف أماكنهم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيده فربنا جل جلاله يقول سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين فانظر هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده فهل بعد هذا الشرف شرف وهل بعد هذا التكريم تكريم هذا المخلوق الذي هو بني آدم الله سبحانه وتعالى جعله خليفة ولله المثل الأعلى لما مثلا سلطان يكون منشغل بأمر معين ولا بشيء معين هذا الأمر المنشغل بالسلطان هيكون له قامة كبيرة وليه فضل عنده ولا هينشغل بسفاس في الأمور ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى فالله سبحانه وتعالى جعل خليفته في الأرض ومن هو آدم وبنيه بعد ذلك هذا الخليفة الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى في الأرض شرفه من شرف الذي استخلفه والذي استخلف آدم هو من؟ هو الله إذن التازم وأخذ هذا الشرف سيدنا آدم وأخذ هذا التكريم من الله لأن الذي شرفه بذلك هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من عناياته وتكريمه لبني آدم أن الله خلقه في أحسن صورة وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي خلق الإنسان كرمه كذلك بأن نافخ فيه من روحه ربنا بيحكي للملائكة وبيقول لهم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله سبحانه وتعالى عندما تكبر إبليس عن السجود لهذا لآدم عليه السلام عن السجود له إكراما وتعظيما لهذا المخلوق الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه طرده الله سبحانه وتعالى لأنه لم يأتمر بأمر الله فبني آدم هم صفة الله وهم الذين كرمهم الله وهم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى شياطين تريد أن تأخذ الناس بعيدة عن الله فيخوفه من الله ويراهبه من الله الله سبحانه وتعالى خلقك والله جل جلاله يحبك والله سبحانه وتعالى كرمك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناه من الطيبات والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان استفاء كمان بالعلم هذا بالعلم واستفاه وميزه بالعقل هذا الاستفاء حتى الملائكة اشرأبت نفوسها واشرأبه حتى ينلوا هذه المنزلة لم ينلها إلا آدم عليه السلام وإذ قال ربك نعم هذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون سبحانه وتعالى جل جلاله في حروتك بالنسبة لخلق الله عز وجل لآدم نعم ربنا سبحانه وتعالى كان قادر أن يخلق آدم وحوال نعم في حين ربنا خلق آدم وخلق منه آية حوال نعم وليه مثلا الدنيا ما كانش رجالة بس أو ستات بس طيب هذا النسل الإنساني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون هناك نسل وهناك بقاء لهذا النوع الفريد الذي كرمه الله وخلقه هذا النوع الفريد وهذا الخلق الذي خلقه الله وكرمه يعني كيف يكون بقاءه لابد أن يكون هناك التزاوج من ذكر ومن أنثى آدم وحوال استئناسا لنفس آدم خلق له حوال وبقاء للنسل الإنساني خلق له سبحانه وتعالى حوال طيب هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من ضلع آدم ألا وهي حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلعه استئناسا به وليستأنس بها آدم عليه السلام ولذلك الإنسان حتى مكرم قبل الخلق ومكرم كذلك قبل حتى الولاد انظر دوقتي الحالي الجنين في بطن أمه إزاي الجنين يعيش في بطن أمه سبحان الله يرعاه الله سبحانه وتعالى ويصله الأكل ويصله الشرب وعايش وملك بيكتب رزق وملك بيكتب آجل وملك بينفخ فيه الروح وعايش فيه يعني إطار كامل متكامل من العناية والرعاية الإلهي فهذا النسل الإنساني وهذا بني آدم الذي سيستمر النسل بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزواج فشرع له الزواج فحثن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات على الزواج كما قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال يا معشر شباب من يستطيع منكم الباء ده فليتزاوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو جاء ثم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيام وأم نظر كده للزوج نظرة وأم أيله إنت تتجوز ليه فتنكح المرأة لأربع ده كل من رعاية الله وعنيت الله به علشان ما يسيبوش هاملا بدون قواعد بدون ضوابط بدون حتى أطر عامة هتتجوز ليه تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك وكذلك يروح نظر للزوج كده نظرة فيوصيها ويوص وليها خير نساء من إذا نظر إليها زوجها سرته وإن أمرها أطعته وإن تركها حفظته يبقى إذن هذا الإطار الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهو الزواج الميثاق الغليظ جعله الله سبحانه وتعالى بهذا النسق بقاء للنسل الإنساني وللتآنس وليرعى كل منهم الآخر وليحصل الدعم من شريك الحياة ويحصل كذلك الألفة التي أرادها الله والمودة التي يريدها الله والسكن الذي يريده الله سبحانه وتعالى بل جعل سبحانه وتعالى كل ذلك آية من آياته للذين تفكرون ويعملون عقولهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل هذا عناية بالإنسان ولطفا ورعاية من الله سبحانه وتعالى به شيخ ابراهيم نحن بس حبنا نوضح الجزئية المهمة التي قلتها أنه يعتبر خلق الله عز وجل لآدم وحواء يعني خلق الله عز وجل لآدم كان في حد الزوات التكريم للبشرية كلها لجالا ونساء تعليم الله عز وجل للإنسان ده كان تكريم من الله عز وجل وهو عناية وكون إن ربنا سبحانه وتعالى لكم زيئية ونحن أعزين نأكد عليها وجود شاركين في الحياة يعني إحنا الحياة إحنا برنامج ناسم وبرنامج ده راح عائلون ربنا ربنا قال كده مواد ده راح بالضبط فأصبح إحنا عايزين نأكد بس شبابنا والأسر كلها والشباب والبنات تعرف المعلومة دي ما يبقاش فيه تناظر بين الرجل والمرأة الدنيا مش هتستقيم برجل ولا هتستقيم بمرأة أحسنت 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 فدي كانت عناية الله عز وجل وسنته في الخلق إن هو الخلق يبقى رجل ومرأة يحصل التكامل ويحصل التقالف ويحصل التكامل ويحصل التجانس ويحصل التعامل المشترك ويحصل الدعم للآخر ما يحصلش التناحر يحصل الدعم الزوج يدعم زوجته والزوجة تدعم زوجها وبنال عليها نصل في الآخر اللي إيه جعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها جعل البدا سكن والزوجة سكن لتسكنوا إليها وبعدين في أحلى لكم ليلة الصيام رفثوا إلي النسائيكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يعني تخيل الآيات وعظمة الكلام البري سبحانه وتعالى في هذا الباب نقطة اللي كنا اتنقشنا فيها حضركة قبل اللقاء بسألت زواج الأقارب زواج الأقارب في أصله إنه مباح لكن ليس أنك مانع أبدا نحن نستفيد من العلم الحديث فنعمل فحوصات قبل الزواجة على الشجن نسوف زواج الأقارب زواج الأقارب مباح لأن الله سبحانه وتعالى أباحه لنبيه يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن ومملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات إيه عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك رأيب أهو طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم زواج فاطمة العلي وكان عالدة إيه ابن عمها تمام ابن عم ابن عم نبي صلى الله عليه وسلم يبقى زواج أرايب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بن تجحش وكانت بنت عم أم المؤمن رضي الله تعالى عنها كل هذا فيه دليل على أن الزواج من الأقارب في أصله أنه مباح لكن ما سألت بقى المصالح المفسد دي أمر آخر فمثل الإنسان لو تجوز من أقاربه في غلب تظنه أنه يحصل قطيعة رحم يبقى إذن لو حصل قطيعة رحم يبقى ما ينفعش قطيعة الرحم في أحاديث وردت يغرب النكاح والولد يأتي ضوين كل هذا الأحاديث في هذا الباب ليست صحيحة كما حكم بذلك أهل العلم أو ليست حتى من بابها ولكن إذن المستفاد أن الأحاديث الزواج الأقارب البحث العالمي المعمول أو الأبحاث العالمية بتقول أن الزواج من غير الأقارب نسبة اللي يحصل فيه تشوه الجنيل بنسبة 5% طب وفي الأقارب 8% يبقى أحلى بنتكلم في 3-4-5% فليس هذا أصلا يقاس عليه ولكن نستفيد من علم الحديث من علم الحديث في الطب أن نحن نعمل فحوصات للأقارب قبل الزواج علشان لو فيه أي شيء يحصل بعد كده يبقى أحنا أخذنا بالأسباب تمام هي الجزئية اللي يعني يبقى هنا في البرنامج لأن الموضوع بالفعل في مصر فيه مشاكل بتظهر وهو كمان بيتابعوها تمام حقا كده فهي من تحت باب لا ضرر ولا درار لو لو إحنا عرفنا أن الزوجين دول هيبقى فيه منها ضرر في الحالة دي إحنا خلاص إيه هننوقف لكن لو ما فيش منها ضرر فهو ما فيش فيه طبعا الحرمانية أحسنت ربنا يبقى فيك أحسنت لو توصدنا بالعلم الحديث وأثبتنا وستفدنا بالعلم الحديث أنه يحصل ضرر بين الزوجين أو غلب تظن أنه يحصل ضرر لا خلاص يبقى زواج الأريب لا حتى وإن كان مش جانب طب حتى وإن كان جانب اجتماعي فيحصل قطيعة اللي هيتجوزه دول مش فاهمين أو الأخ ده مش فاهم أخوه أو العم مش فاهم ابن عمه أو 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 فغلب تظن مش هيتفقوا مع بعض هيحصل قطيعة تراحم بعد ذلك ربنا يبقى في عمرك يا رب العالمين إحنا بسموا وضع حشان إيه ما حصلش لبس عند المشاهدي أطبعا لابد من التوضيح تمام ربنا بارك الله يسعيدك يا رب إحنا تكلمنا عن عيانة الله عز وجل بالإنسان منذ خلق آدم نعم بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ألم يروا أن خلقنا لهم ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مال يكون نعم وذللناها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون نعم إذن الخلق خلق الله عز وجل نعم والخلق شيء بدأ قبل الإنسان يعني الكون العظيم ده ربنا بدأه من قبل الإنسان ورغم كده سخره للإنسان نعم سخر الكون بحجمه للإنسان اللي هو المخلوق للضعيف ده نعم وده في حد ذاتها كانت عناية ورعاية من الله عز وجل للإنسان وتكريم جل جل عايزين حدك تستفيد معنا في الجزئية دي حول هو بداية ربنا قال للجنس البشري لسيدنا آدم وبعد كده ذرية عمروا الأرض فهيقولوا يا رب إحنا نعمرها إزاي فقالهم أنا سخر لكم كل شيء فالكون بكل ما يحمل وكل ما يطوي إنه هو مسخر ومذلل للإنسان حتى يعمر الكون جعله الله سبحانه وتعالى خليفة استخلفه الله واستعمركم فيها هو أخرجكم من الأرض واستعمركم فيها فخليفة الله سبحانه وتعالى هذا يعمر الكون إذن بناء عليه هيحصل هيحصل أن هذا الإنسان ربنا مسخر لكل شيء وفي هذا الأمر يقول الحق سبحانه وتعالى آياتا كثيرة من ضمنها أن الله سخر له كل شيء ما في السماوات وما في الأرض فسخر الله الله سبحانه وتعالى السماوات وسخر الأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر مأمري وسخر لكم الأنهار سبحانه الله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الشمس والأمر والليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه كل هذا مسخر للإنسان في نهاية المطاف علشان تعمر وتبني مش علشان تخرب وتهدم في نهاية المطاف علشان ربنا سخر لك كل ده علشان تقدر تستفيد منه وتقدر تستخدمه في حياتك ودي من رعاية الله وعناية الله بيك شيخ إبراهيم احنا للأسف والوقت يعني بيدهمنا وخلصت حلقتنا تمام إنما ايه يعني موضوعنا مخلصش صحيح عايزين في عجلة في دقيقتين كده عناية الله عز وجل بالإنسان بعد انقضاء حياته عناية الله بالإنسان وقبل الانقضاء في عجلة سريعة يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى رعاه في الحياة وحتى بعد المال الإنسان اللي كان جبروت وكان بيكسر الدنيا يأتي علي وقت قبل الممات هيكون في حالة ضعف وانكسار ومحتاج اللي يرعاه فقال لك لا لما يكبر لازم ترعاه قال جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تكن لهم أف ولا تنهرهما وكن لهم قولا كريم واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وكن رب يرحمهما كما ربياني صغيرة وبعد ذلك إن حدث تقصير ربكم أعلى بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة هذا الإنسان رعاه الله سبحانه وتعالى حتى عند وفاة تخيل كده الإنسان لو ربنا ما شرعش ليه مسألة الكفن والتغسيل والكلم ده كله الإنسان يتريم في أي مكان هتبقى صعبة جدا رعاية العز وجل حتى في الممات سبحان الله حتى في الممات رعاه فشرع التغسيل وشرع التكفين وشرع الدفن علشان رعاية للإنسان وصيانة وكرم ليه حتى اللي أتل في بداية الخليقة ربنا شرعه وعلمه إزاي أنه يدفن أخوه رعاية وصيانة لهذا الإنسان لهذا المخلوق بعد الممات عملك هيصل لك ولا ينقطع وفي ذلك بحثنا بأن نحن نكتهد ونعمل ونشد حلنا ونكتهد إذا مات ابن آدم نقطع عمله إلا من خلاله ومنهم ولد صالح يدعو له وإلى آخر الأحاديث التي بيّنت أن هناك أعمال صالحة تصل الإنسان بعد وفاة كل هذا بداية الخليقة وأثناء ولادته وفي مرحلة تكوينه وفي حياته وتسخير الكون لهم وفي آخر حياته وقبل وفاته وبعد مماته كل هذا رعاية وعناية من الله لهذا الإنسان الذي يحبه والذي نافق فيه من روحه والذي أسجد له ملائكته والذي علمه والذي خلقه بيده والذي سخر له كل هذا الكون في النهاية محبة وأكراما وإجلالا لهذا المخلوق لهذا المخلوق يعني سبحان الله رغم أن الإنسان مخلوق يعني بدون نشوف أن فيه حاجات كتير أكبر منه في الحجم وأقوى منه في الصلابة إلا أن ربنا سبحانه وتعالى هيألوا الكون ده بالكامل كرعاية وعناية من الله عز وجل نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العناية والرعاية ويحفظنا بحفظه وأكلاءنا بعينه التي لا تنام نحن بنشكر حضرتك كتير وإن شكرا لنصول حضرتك وإستاذ المشاهدين الله يكريمك وعزبنا المشاهدين رسالتنا من الحلقة أن يعناية الله عز وجل بالإنسان لا تنقطع بتبدأ من قبل الخلق ولا تنقطع حتى بوفاته ده يعناية الله عز وجل لنا بالإضافة أن إحنا علينا ناخد بالعلم ونحاول نجنب أولادنا والأسر بتاعتنا أي أمراض ممكن تظهر فحلقاتنا اللي جاية هتلاقوا معنا كلام كتير قوي في الاقتصاد في الطب في المجال التربية في علم النفس هنستضيف ناس كتير بالفعل وعايزونكم تشاركوا معنا في إعداد الحلقات من خلال التواصل عن طريق الإيميل بتاعنا mr.gmail.com تمام؟ البرنامج برنامجكم احنا بنتكلم عن الحياة بكل جوانبها عايزين البرنامج يبقى مفيد عايزين أننا نكون دايما في تعاون مع بعض نقول لكم كل معلومة تساعد أن حياتكم أفضل سعيد أننا رجعت لكم تاني وبشوفكم من خلال شاشة الصحة والجمال وبرنامج الحياة تمتم في أمان الله ورعايته